علياء باسيوني ارتبطت وطلقها محاضرش بنتك كانت متأثرة ان فيه اب جديد خد الحب والاهتمام اتعمل لها حفلة على حمام السباحة ادي كورات بارفي والبلالين بألوان مبهجة شغلوا اغاني ابوها والترطاية ثلاث اطوار شمع وحلويات ورأس وغنى واختها مبطلة شعيات وعالد امها كلها ظهرت فستان طلية احمد سعد جنن المعزيم اللي قطات من حفلة عيد ميلاد ميمة بنت المطرب احمد سعد يا ترى اي كواليس حفل عيد الميلاد ده ومين اللي حضر الحفلة ليه احمد سعد محضرش حكاية ارتباط عليها اباسيوني دي هل بنتها يبقى ليها ابتاني كل التفاصيل دي هتعرفوها معايا في الفيديو ده يلا بنا نبدأ باستابعوني الاخر علشان المفاجآت من الاخر عيد ميلاد ميمة بنت المطرب احمد سعد على بسوشال ميديا ساعة اللي فاتت ده كان احتفال عالمي امها علي اباسيوني حابت تعمل لها عيد ميلاد على زوقها بعد ما احتفل بها احمد سعد على المسرح في حفلة اللي قدمها من كام يوم في العالمين اتعم الحفلة عيد الميلاد في عز النهار في جنينة الفيل اللي بتاعته مع الحمام السباحة واللي كان متزين ببلالين بألوان مبهجة وحوالي ديكورات يونيكورن من فيلم باربي وكوش كبيرة معمولة بالبلالين وحاجة كده تفتح النفس وتحسست بالسعادة في قلب ديكورادي كان فيه ترطاية من ثلاث أدوار معمولة باللون البينك والأبيض وعليها شمعة ومكتبة كبيرة بينك مليانة حلويات وجتهات حضر الحفلة أهل عليها البسيوني وصحابها بس ومحضرش خالص من أهل أحمد سعد أو أريبو كانوا موجودين ده حتى أحمد سعد محضرش عيد ميلاد بنته وشكل العلاقة بينه بالمرات وعليها البسيوني لسه متوترة ومش أحسن حاجة لبست ميما فستان لونو بينك وبيبي بلو معمول من الدانتين اللي وعلى شعرها توق بينك وعلشان ما تزعلش أختها الكبيرة عليها لبسوها فستان أبيض من فوق من تحت دانتين لونو بينك ولبسا نفست وأختها أما بقى عليها شفناها لبست فستان جنن المعزين كلهم لأنه كان رأيي قوي عبارة عن فستان جينس قصير وكان شعرها مفروض على ظهرها ومكياجها كان بسيط بيناسب أجواء النهار في الحفلة شلت عليها بنتها ميما اللي كملت سنة وبنتها التانية عليها شلتها جدتها وتجمعوا كلهم حوالين التورطاية وقعدت عليها ترقص مع ميمة وتبصلة ويبتضحك فرحانة أن بنتها كملت سنة وهي بخير الغريب بقى أن عليها بنتها الكبيرة لما شفتها بتلعبوا بترقص مع ميمة فضلت طاية وتبصلة ويزعلين واخضع لخطرها مش مستدق أن في واحدة غيرة أخدت منها مامتها تهتمني بيها بس علي عم حنونة جدا وفي سانية أخدت عليها وركبتها على حسان يونيكورن أولي كانت عاملة في الدكورن علشان ما تزعلها إش علشان يراضع عليا شغاله لأغنية أبوها وسع وسع وده علشان هي بتحبها جدا أول ما بتسمعها بترقص عليها بس يا حرام برض ما رأسيتش على عملت أي حركة تقول إنها بقت مبسوطة بس دعليق عليا باسيوني على فيديو الاحتفال كان غريب أصلاها بتقول لولو أصدها بنتها عليا متأسرة أن في بابي تاني خد حبه اهتمامه وإزي ما تغنوليش وحاوله يسلحوها بغنية باباها كلام عليا باسيوني في دليل على الغيرة بين أختينا بس جايز غلطة وكتبت بابي في ناس بتقول دي ارتبطت من ثاني واتشوف حياتها بعد ما خلاص أحمد سعد مركز في شغله وفي كلام إنه هيتجاوز للمرة الخمسة لي بقى عليها تبقى مركزها مع بناتها بس لا تعيش حياتها وتتجاوز برضو الناس تسكت وتقول كل سنة وهي طيبة وخلاص لا أبدا وكالعادة كتبوا تعليقات غريبة وقالوا إنها ما كانتش بتعيط علشان غيرانا من أختها اللي كانت بتبص حواليها بتدور على أبوها أحمد سعد والمتعودة يكون معهم في أي احتفال لكن عليا ما ردتش على حد فيهم وتجاهلت تعليقاتهم وقالت بل أنا كتبا خليني أفرح بنتي